نتائج التبرير ما هي نتائج التبرير كل شخص تبرر بالضبط زي المذنب اللي واجف في المحكمة وحكم القاضي بالبراءة وطبعا التبرير أعلى من البراءة والتبرير البراءة والتبرير فرقم واحد هذا المذنب اللي كان واجف في المحكمة وطبعا لو حكمنا بالتبرير معناها أخطأت وهي بررني لو بالبراءة معناها كانت تهمة خاطئة أنا مش مذنب أنا متهم ظلما لكن التبرير أنا مش متهم ظلما أنا مذنب فعلا لا وفي النخاع يعني في الصميم نعم وبررني فأول نتيجة في الرسالة للرومي أصحاح 5 فإذ قد تبررنا بالإيمان أروع شيء بيبحث عنه الإنسان في كل العالم في كل التاريخ السلام مع الله السلام مع الله عش كده دي أول نتيجة فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح له كل المجد فدي أول نتيجة والنتيجة دي ضد أول شيء حدث بعد السقوط أول شيء حدث بعد السقوط الخوف الخوف من الله فاختبأ آدم ومرأته من وجه الرب سمع صوت الرب الإله أتيان في الجنة عند هبوب ريح النهار في تكوين ثلاثة فاختبأ آدم ومرأته من وجه الرب الخوف هو خوف كل مزنب من القاضي وأنا بقول لكل إنسان خايف من الله ما تبررش عندك حاج في خوفك عندك حاج عندك حاج تخاف من الله أنت مزنب وبتتعامل مع قاضي عادل بس بقول لكل شخص خايف من الله تعالى للمسيح تنال التبرير فورا تأخذ السلام مع الله ينتهي الخوف لا أعود أخاف من الله مرة أخرى ما أروح هذه النتيجة تخيل لما يكون إنسان عايش على الأرض مش خايف من الله مش لأنه مستعتر مستبيح لا لأن تمت المصالحة وتمت تبرير على حساب كفرة المسيح والله بنفسه أصدر حكم محكمة بتبريري لا أعود أخاف من الله مرة أخرى دي أول نتيجة تاني نتيجة الذي به أيضا أي بربنا يسوع المسيح قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون روميا خمسة عدد اثنين تاني نتيجة الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون كلمة النعمة تيجي بمعنى الرضا الرضا الذي نحن فيه مقيمون فالإقامة في الرضا الإلهي والدخول إلى المنطقة أو الدائرة للرضا الإلهي كلمة الدخول هنا تقال في أصلها تقال عن سفينة وصلت إلى المرفأ إلى المينة بعد بعصفة وفعلا بعد التعرض للخوف الشديد والشعور بالزنب الخوف من الدينونة والخوف من الغضب الإلهي بسبب ذنوبي وأنا أستحق هذا الغضب وصلت أخيرا إلى شاطئ الأمان حيث أنا مقيم في الرضا الإلهي أو تقال الكلمة دي يستخدمها شرح كتير وليهم حج عن الملكة استير لما كانت ناوية تدخل جدام الملك أحشا ويروش عشان خاطر تطلب طلب الحماية من الإبادة وفي نفس الوقت كان في القانون في أيام مادي وفارس أنك لو دخلت جدام الملك بدون معاد مسبق بدون اتفاق مع الملك الملك في يده قضيب ذهب لو ما مدش قضيب الذهب وانت داخل جدامه تعدم لكن لو مد قضيب الذهب معناها أنت مقبول الملك راضي عنك فشرح كتير يشرحوها بهذا المعنى الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة إلى الرضا الذي نحن فيه مقيمون كما لو كان لو تخيلناها في قصة استير أحشا ويروش بيقول لإستير قضيب الذهب ممدود باستمرار لك يا استير في أي وقت تأتي في أي لحظة في أي وقت أنت لك الرضا الدائم هل ممكن نقول على فكرة العهد القديم الذبيحة كان الله يشتم رائحة السرور والرضا وعشان كده الذي به أي بربنا يسوع المسيح بالذبيحة فعلا الرضا التام وده عكس تاني شيء حدث بعد السقوط إيه الطرد الطرد أيها أول نتيجة للسقوط الخوف أول نتيجة للتبرير السلام تاني نتيجة للسقوط الطرد وعدم القبول تاني نتيجة للتبرير الرضا التام تالت نتيجة للسقوط الدينونة تالت نتيجة للتبرير نفتخر على رجاء مجد الله نفتخر نفرح ماذا ينتظرنا لما كنت مزنب تنتظرني دينونا بعد التبرير ماذا ينتظرنا في المستقبل مجد الله ولأن احنا في الأرض لنا ثقة أننا سنصل إلى مجد الله هزي وفرحنا هزي وفرحنا الذين سبقوا في عرفهم سبقوا في عينهم ولذين عينهم في هؤلاء دعاهم ولذين دعاهم في هؤلاء بررهم ولذين بررهم في هؤلاء منجدهم المجد ينتظرنا لأننا تبررنا بالإيمان عشكده دول أخطر ثلاث نتائج في التبرير أنه لنا سلام مع الله لم أعد أخاف من الله مرة أخرى وهذا السلام لا يفقد لا يفقد وأنا بحكي مع نفسي ومع ضميري ومع كل إخوتي اللي بيسمعوني أنه لا إذا نلت التبرير لو تصرب إلى قلبك خوف من الله أوعى تجبل أوعى تجبل بفيش خوف تاني من الله تبررنا وإذا تبررنا فإذا قد تبررنا الفعل في اللغة اليونانية حدث تم ومستمر معك مش حدث تم وانتهى مش الماضي المطلق لكن حدث ومستمر حدث ومستمر زي تولدت في باست أورست و باست كنتينيوز فمش تبررت ويفقد مش تبررت وانتهى لا تبررت ومستمر عاش كده في نفس الأصحاح على التسعة فبالأولى كثيرا أنه نحن متبررون دي حاجة مستمرة احنا تبررنا ومتبررون لن نرجع تاني إلى حالة المذنب قدام الله وبالتالي لا يمكن أن يفقد السلام مع الله لأن هذا السلام مبني على التبرير وهذا التبرير مبني على كفارة المسيح فسلام دائم سلام والسلام مع الله شهوة كل إنسان